الأحد الأخبار اليوم كانت نصف صارة دعنا نقول بنسبة لكرة القدم المغربية تألق لفريق الرجاء البيضاوي الذي حقق العالم الكامل في منافسات كأس الكاف في إطار الجولة الخامسة لكن لكن إقصاء مبكر لحامل اللقب نهضة سبركان كنا نظن أنها الانطلاق الحقيقي للفريق هذا الموسم مع المدرب الجديد بيدرو بن علي لكن لا شيء من ذلك حدث الفريق بشكل مفاجئ انهزم أمام منافسة ستارس الزامبي هدف لسفر ومرة أخرى وقفنا على محدودية مرضود لاعبي فريق نسبة بركان هذا الموسم أولا رمضان مبارك سعيد الفيصل وسي حسان وكذلك كل المشاهدين الكرام فكنظن يمكن الاستمرارية منفعة شفر كان لأنه بعد استغناء على طريق سكي تيوي كنظن من بعد ما جاء المدرب الجديد بيدرو بن علي رغم أنه مدرب لدار نتائج وتمكن التحطان جابش يبقى في القسم الوطني الأول بالفضل دياله فكنظن مقابلة الأخيرة ضد حسنية قدير كنا نقولوا هذه انطلاقة النظر البركانية بنفس العناصر هذه سنتين أو ثلاث سنوات فكنظن الأمال الجماهير والفريق كنظن هذه السنة قد يخرج نظرة بركان بدون أي لقاب لأنه خرج من كأس العرس وكذلك نتائج سلبية ونتائج المتدبلبة في البطولة فليوم بين بأنه يمكن اللاعبين تلاش كيلعب دور مهم لأنه الأغلبية اللاعبين كنظن بأنهم عندهم تقريبا موينضاش تقريبا واحد سبعة عشرين تلثة عشرين سنة فكنظن كذلك كما كنت تغيير المدرب ما زالت المدربين ما عرفش كيفاش من ناحية الدهنية لأنه الفريق اللي كان عرفه باللاعبين عندهم جريبة كبيرة فللأسف فريق نظر بركانيا لكنا كانت منه أن يكون في تومبيونس ليغ مع الرجاو الويداد ولكن هذه السنة كيفان ليه بأنه فريق عادي وعادي جدا وما زال غديم كان يقدره أن يتفى البطولة دي لدى الموسمة طيب حسن الفريق البركاني كما تذكر حسن كنا كانت نتظروا الاستيقادة ديالو في الدورة الأخيرة مع مجيء بيدرو بن علي لا شيء من ذلك حدث ذلك الشوك بسيكولوجيك ما موقعش لأن الفريق بقى في سلسل من نتائج المتوضعات اللهم إذا ما استثنينا اللقاء أمام حسنة أقادير وكنا كان عرفوا الظروف لمرفي هذا اللقاء كان هناك طرد مبكر منذ الدقيقة الأولى للعب البفتيني اللي رمعا ما سهل موريا فريق بركاني باش يفوز في آخر الأنفاس ديال المباراة اليوم في هذه المباراة في مباراة الفريق نادس بركان شفنا فريق يعني يلعب ببطء ما كانش أخذ المبادرة وحترضت الفعل ما جات حتى استقبل الفريق الهدف مع انطلاق الجولة الثانية وكان يؤدي ثمن غالي لأنه ترك مساحات في الخلف على العموم بعد التعبير ربما فريق نادس بركان وقع عليه ستنزاف يعني محتل المجموعة موقع عندها ماشي الروح موقع شفت المجموعة يعني واحد ثلاث سنوات وهي كتلعب مجموعة حتى الخطط أصبحت مكشوفة اللاعبين طريقة لعب فريق نادس بركان برغم من تغير المدربين لأن الإنجازات كان الإنجاز الأول مع مونير الجعواني الفوز بكأس العرش فوز بكأس الكاف مع طريق سكيتيوي الآن مدرب جديد ولكن بقى نفس يعني استمراريا في نفس الأداء تقريبا مع طريق سكيتيوي بين جعواني وسكيتيوي صعب جدا بيدرو بن علي أن يحدث التغيير في ظل هذا الأجواء صحيح يعني وكأني بالفريق يؤدي ضريبة الموسم الماضي نفسيا لأنه فرط في لقب البطولة الآن يحمل يعني لقب كأس الكاف كل تقل عليه الآن يعني مجارة هذا الأمر أكيد أنه الفريق ما عرفش يتعامل معاه وكيما ذكرت الفريق أصبح مكشوف خطته لأنه نفس اللاعبين ستنزفوا يعني كما ذكر عوتاني سيحسن بن عبيشة عامل السن يعني مجموعة من اللاعبين فوق 33 سنة بالنسبة للفريق أكيد الفريق يحتاج لضخ دماء جديدة لسياسة التشبيب لأفق جديد لمشروع جديد بهذا التعبير طيب وما البحث عن المشروع جديد فيصل بالنسبة للفريق أنهدت بركان الفريق الذي جعل من هذه المنافسة القرية ربما المنافسة التي يتعلق فيها في سنوات الأخيرة دعنا نقول هو الموسم الماضي فاز باللقب الموسم لما قبل الماضي بلغ المباراة النهائية وكان نهازم فقط ضربات الجزاء أمام فريق الزمالك الميصري كنا كانت ضرورة تدفع الفريق بطل في هذا اللقاء أمام الفريق الزامبي يعني على الأقل الفريق يمشي لدور ربوع نهاية ومن بعد ربما إذا أخسرته في ربوع نهاية ولا في نفس النهاية لا تلام لكن أنك تخرج بهذه الصورة وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب هذا شيء مؤسف للغاية بضغط فؤاته خصوصاً أن هذه الردة للفعل لم يبقينش كان لاحظوها في أداء لعبي فريق نهازة بركان والذي تعودنا لمشاهدتها في المباراة كان لعبي الفريق عودون أنهم بالاستماعات الآخر لحظات وكان دائماً يعود في الناتجة هذا الموسم نهازة بركان أعتقد أن إشكال اللياقة البدنية لدى اللاعبين ومعظم اللاعبين يتجاوزوا 30 سنة أيضاً إشكال ربما غياب الحافظ لدى اللاعبين نفس المجموعة قرابة ثلاثة مواسم هنا ربما إدارة خاصة تجديد دماء في الفريق طيب أعود إلكسي حسن بن عبي الشاك كما تحدث زميلي حسن وفيصل الزاكي حول الفريق ما عرفش يضخ دماء جديدة في النادي حتى بالنسبة للتعاقدات هذا الموسم دعنا نقولك أن هناك تعاقدين فقط يتعلق الأمر ببعدي اللاعب القادم فريق حسينة أكادير ثم البحراوي القادم من فريق سريع واتزم وكان هدف البطولة الموسم الماضي واللي ما اتحش لي الفرصة مع انطلاق الموسم واشتفريت الفريق أنه يدعم صفوف ديره بلاعبين جدود لاعبين شباب اللي تكون عندهم سديك الرغبة يكونوا متعطيشين لألقاب ربما هذا هو النقطة لجالات الفريق يفقد ذلك الرغبة في أنه يمشي بعيد في المنافسات القرية أو حتى يتسارع على المنافسات البطولة فبالطبع فكنضن كما قلت فضياء دياللقاب لأنه ناضل بركانية كانت قريبا في ثلاثة دورات الأخيرة ديالسنة الماضية كان يكون بطل بواحد طريقة ممتازة وممتازة جدا ومن بعد كما قلت كما قلنا جميعا تقريبا فعامل السين وكذلك أخص دماء جديدة في الفريق أنا صيرت لي تقريبا لعندها عشرين وعشرين سنة اللي تقدر تهجدوك اللعابة اللي عندهم تجربة فكنضن تجربة بواحدة الآن ولت الكورا ولت ليقال بدانية هنا ما عندك ليقال بدانية عالية ومنين كنلاحظوا اللاعبين تلي شاركوا تقريبا في لوشان ديالة السنة هذه مقدموا شيء إضافة من بعد من لفزوا بلوشان رفقة المنتخب الوطني واللينا كنشوفوهم لاعبين احتياطيين لأنهم كما قلتوا بحل لعياء لأنه جنراتيون اللي يمكن أنها يبقى منها تقريبا ثلاثة أو لاربعة دياللاعبين وكذلك البحراوي اللي فيما يدخل كيس الجل ولكن ما يكونش لاعب رسمي وكذلك المهاجم الإبواري يمكننا اللاعب اللي عنده مستوى عالي وعالي جدا وكذلك التراوري توم ما ما يلعبوش بشكل رسمي رغم الإمكانية ديالهم فكنضن هذا أول يخلق أن نضات بركان هذه السنة يخرج بدون لقاب وكما قلت لك تالي بطولة سيتصعب عليه يخصل عناصير الشاب بل لطعم الفارق سنة المقلنة إن شاء الله طيب صديقي حسن بن بيش يدعني نقولني ربما نهاية مرحلة نهاية جيل داهبي لفارق ندى السبركان الآن تم فقدان لقاب القاري الآن تركيز على منافسات البطولة لا نقول ربما التنفس على اللقاب لكن على الأقل على الأقل العودة في الركب والبحث عن احتلال أحد المراكز المؤدي للمنافسات القارية الفارق هذه لعب كالسوبر الفارق أيضا يازي بركز على الأقل مهمة صعبة تنتظر فارق نتبر كاللان وسيواجه فارق الأهلي المصري ترجمة نانسي قنقر